اشتركوا في القناة مطولاً بس خبرنا بالأول كيف طلعت فكرة انه تعمل معرض ببيتك بـ 21 حزيران 2020 تبنيت الكلب تبعي وبهالمرحة اللي كنت قطع فيها بإحباط كبير ناتج عن كل شي ظروف اجتماعية وسياسية محيطة فينا ببيروت بوقتها كانت بيروت صراحة اتصالي فيها في كتير من السلبية ولما كنت تمشى أنا وكلبي وشوفه وعم بعملو هالجازدورة كل يوم فكتقولي يمكن بيروت ما بقى تصبت غير تصير حمامي كبير للكلاب طبعنا باربعة عرب كنت عم بتمشى أنا وكلبي حد مستشفى الروم وطلع الانفجار سوى بالساعة ستة بهاللحظة عملت فريز بارضي أنا رفلكس طبعي وقت الصدمات منه كتير سريع فعملت فريز وبهاللحظة فلت الكلب مني لما فلت ست عمبركو دوراه أنا وعمبركو دوراه في مشهد كان عم ينعاد دايما بسبب الاضطرابات اللي بتنتج بعد الصدمة أنه بتذكر دايما كيف كنت عم بركض ورا كلبي وكانت بيروت عم تركض بعكسه والمشاهد اللي هي يمكن ما عم بدر إشعة أو إلمحها إلا بطرف عيني لأنه كل التركيز تبعي على الكلب اللي عم يركض هي مشاهد البواب وشبابيك والناس المفجوعة والمل ملقيه على الأرض طبيعة الحال كلب أسرع فلت مني فكرت وضاع لأنه ما تبنيك انت جديد وبقيت رايح على البيت لقيته باية حديقة البيت لما وصلت على البيت وشفته بجنيني حسات بلحظة الأمان الأولى بوقتها ربطته وطلعت تشوف شو صاير أنا عم شوف شو الانفجاري اللي صار والأضرار اللي صارت بهذه اللحظة انتبهت لقيت فيه ورود بلاستيك على الأرض أنا عزلت عن المشهد العام وستعم لملم هاودي الورود لبلاستيك يلي لحقتهم من الشارع للشارع جمعتهم رجعت فيهم على البيت ومن وقتها بلش كونسبت عنبر عنبر أوشي الاسم ملفت يعني العنبر اللي انفجر صح واحدة من دلالاته عرفنا أكتر على هالتورم إذا بدك على هالكلمة هي من وراء الانفجار انه عنبر رقم 12 والعنبر رقم 12 والعنبر له معنى بعد أبعد بكتير من اللي هو مكان للخزن والحفظ كمستودع العنبر هي حجرة بحرية ما لها ريحة إلا إذا احترقت أو انسحقت لهيك بالنسبة لي بيوت كمان تشبه العنبر لأنه هي حجرة فوق الماء لما احترقت وعيد فينا كلنا مثل هولورود البلاستيك لما طاروا عن البلاكين صار عندهم ريحة الحدث ومعنى الحدث مثل الصدمة لما حدا يتعرض لتروما هاي التروما فيها تضل كل حياته حجرة وعثرة بطريقه وبنموه وممكن يحول هاي الصدمة لعنبر إذا قرر انه مثل ما بنقول نحنا بالعلاج من خلال الفنون انه يحول الصدمة لعمل إبداعي ويتم من خلاله الشفاء الذاتي وطبعا من بعد الشفاء الذاتي إذا كنا عم نعمل فن رح نوصل لشفاء اجتماعي أدهم معرض شو بي تضمن؟ مجموعة لوحات نرسمت من بهذه الفترة اللي كنت عم عاني فيها الاضطرابات مبعض الصدمة وبما أنه أنا لغة التعبير تبعي هي الفن فكانت الوسيلة الوحيدة تعبر فيها عن اضطرابة كتبت كتير رسمت كتير ما كان عندي هدف أن يوصل لمعرض بس مجموعة هذه اللوحات اللي قسم منها مبع قبل ما أني أعمل معرض لأنه ما كان في براسي معرض بعدين رجعت لقيت أنه كتروا اللوحات وأنا ومعلقهم بالبيت قلت أنه عم بيصير فيه شفاء من هيدا من هيدا الصدمة اللي صارت وليش ما بينعمل معرض وليش ما بدعي الناس يفوتوا عبيتي بنفس نهارية اللي فات فيه جودول اللي هو 21 حزيران لهيك كان موعد افتتاح المعرض هو 21 حزيران كم لوحة كم عدد لوحات حاليا هني 15 لوحة وكبار وفي عندي أربع لوحة صغار وبعدني مستمر لأنه هو المعرض بيقلب بيتي وللقتوا ليها بنفس الوقت فأنا عم برسم ويمكن من هون لأربع آه بيصيروا 200 ويمكن ما يزيدوا ولا لوحة الغريب الموضوع أنه بيه بيتك المعرض يعني عادة الفنان بيه صالة معينة أو بمكان معين بيعمل معرض لأله بس حضرتك قررت دخل الناس على بيتك يتفرج على المعرض بقلب بيتي ويفوتوا على الحميمية تبعي ويشوفوا المكان اللي صار فيه الهيلينج وينوه ويتفرجوا على لوحة قبل ما تترك حيطان البيت تكون عزمة الناس دعية الناس أنه يتفرجوا عليها بالمكان اللي تمت فيه الهيلينج من الصدمة ويرجعوا يكونوا موجودين بأي مكان لازم يكونوا موجودين فيه إذا ما رح مشوف هيك برومو صغير عن معرض عنبر نرجع نكافي حديثنا معك أنا جودو كلب جولد الرتريفر من سنة تبناني فنان عايش وحده بالأشرفية كنت مبسوطة كتير لما أخدني نتمشى سوا حد مستشفى الروم بأرب عقاب ساعة ستة وثمانة دقايق لحظة طلع صوت مرعب تركت صديقي الفنان مسمر بأرضه وصرت أركض ترجمة نانسي قنقر هالمعرض أدهم بلش تنين 21 حزيران رمزية هيدا نهار نو به نهار حضرتك تبنت جودو اللي هو بطل المعرض طبعاك ومستمر لغاية أربع عقاب كمنا أربع عقاب نهار رمزة نهار الانفجار صحيح والساعة ستة وتمنى دقايق اللي هو تاريخ الانفجار لأيا ساعة ساعة تسعة رح يضمن المعرض لقاءات رح بتكون عفوية يعني بعد أسبوعين رح بيكون في عندي لقاء مع دكتور خلود الدمشق كلاشكو حول موضوع نفسي اللي هو شو هو الاضطراب مع بعض الصدمة ودور الحيوانات الأليفة بالصحة النفسية رح تعطينا هيكي متل حوار صغير ولقاء تفاعلي وعفوة مع الناس ورح بيكون في كل مرة نشاط يا موسيقى يا شعر يا سينما كل مرة رح بيكون في شي نشاط صقافة بمتياز صح رح نختم مع زيارة كمان بعرض أفلام موضوع عن أربع عقاب كمان الافتتاح كان بواحدة وعشرينيح زينا متل ما أنه نهار التنين من خبرنا هيك عن هالافتتاح كيف كان العالم شو حستت بس دخلت على بيتك على المكان الخاص فيك وشافت هاللوحات في شي كتير مميز لمسته حتى أنا بعلاقتي مع اللوحات لما تحولت لمتفرج من ورا المتفرج اللي جاي يشوف اللوحات يعني أول شي كنت كتير مبسوط إنه كيف الناس فاتوا على البيت كيف تفرجوا على الرسومات كانوا هني الفيدباك تبعهم كان إجابي على أقل اللي وصلني منهم كان كتير إجابي لما وقفت ورا كم حدا كانوا عم يتفرجوا على اللوحة وحسات أني أنا عم بتأمل معهم فخلقت علاقة مختلفة بيني وبين حتى لوحتي شو كيمتك توصل ورا هاللوحات يعني بس واحد يشوف اللوحة شو عم بيوصلهم للمتفرجين كتير صعب إنه نشرح العمل الفني كتير صعب إنه نحلل العمل الفني لأنه مثل ما بيقولوا كل علما النفس إنه حتى العلم النفس تنتهي حدوده مطرح ما بيبلش الفن لأنه الفن أعلى من كل شي فصعب إنه لغة لونية تشكيلية تترجم بكلمات أو تترجم بتحليل بس فيني يقول إنه بالفضاء العام أنا لما كنت عم برسم بما إنه هاي دي لغة التعبير الوحيدة اللي قال لي كنت عم عبر عن حالي كنت عم حاول إنه اتحرر وما في أعلى من الجوانح الفن إنك تحلق فوق كل الصدمات وفوق كل الصعوبات وأنا وعم برسم يعني كنت عم لقي إنه ملقيت حالي بس عم عالج صدمة أربع أب لأنه كلنا بنعرف إنه لما يصير في صدمة بحياتك هاي دي الصدمة بتفتح ثقب بجدار بعالمك المظلم وممكن بقلب هاي دي النافذة يطلع أشياء متراكمة من لا وعيك من طفولتك من ماضيك تلاقي حالك عم تلتقي فيها فممكن المحرد لهيدا الشي هو الصدمة الكبيرة بس في كتير أشياء تطلع من الماضي وممكن تلاقيها إنه أسقطت على العمل الفني وعلى اللوحة يلي هو قدر يحملها ويحلق فيها لمحل حتى نحنا اللي بنرسم صعب نعرف شو هو في قول معروف إنه لما كنت عم برسم كنت أنا و الله والإلهام عم نعمل هيدا الشي لما خلص العمل الفني صار بس الله والإلهام بيعرفوا شو الشي اللي عملته حتى أنا بصير عم بقرأ لوحتي من برات العالم اللي خلقت فيه لأنه بعرف إنه بهاللحظة كنت متل متل شعور جابل التجلي بلحظة تجلي بعدين نزلت لعالمي ولما نزلت لعالمي صارت عم بتفرج على لوحة متل أي متفرج عم بتفرج عليها حلو من خلال هالتجري باك لأنه نختم حديثنا قبل ما هيك تقرلنا شعر أو نص حضرتك كتبته أدي الرسم ساعدك تتخطي الصدمة الرسم ساعدني لأنه هو الأكسجان طبعي هو الروح اللي أنا عايش فيه هو الجوانح طبعي فبفتكر إنه لقلي هو العلاج الأهم يمكن لغيره فيه أشياء تانية بتساعدهم كرياضة تأمل أي شيء بساعدهم أنا بفتكر الفن هو خلاصة بالحياة ودل الكلب لعي بدور الكلب هو الدور الأهم يعني أنا بلاقي إنه ميزان الحرارة طبعه هو دانابو اللي عم بيهس كل الوقت يعني هو اللي كان خالق الأنرجي اللي عم يعني هيدا كيف الأرض بتدور عالمي كان كله عم بيدور حول قضايا اللي عم يبرم حوله كان هو محور جاذبية الفن وجاذبية هذا العمل هو البطل الأهم بقلب عمله عمشوف عم يستقبل هالزوار عندك بالبيت يعني عم بيكون هو كمان اللي نغطرهم بالبيت هذا هم رح نخطب معك بنص حبيت طريقنا إيه عم بيروت صح هذا النص انكتب بفترة الاضطرابات طبع الصدمة اللي نتجت بعنوان لا أحيا ولا أموت حتى لو كلنا منقول نحن أنه الفن هو الجوين نحن نحلق فيه وخلاصنا بس للأسف أنه دايما منعيش هبطات ومشاعر خيبة تجاه هيدا المدينة وتجاه هيدا العالم اللي نحن فيه مثلك أنا يا بيروت موتي مؤجل وحياتي مؤجلة على جلد عرق ملح ورماد انفجار وعيناي مفتوحتان كالسمكة بيت مقبرة فنية تعج بالكتب والروايات والألوان والموسيقيين والشعراء كلهم معي لكننا لسنا هنا حين أقرأ يزدحم المكان أخرج إلى الجيران أعتذر إليهم عن الضجيج الذي ينبعث من بيتي وأني من غير قصد فتحت الكتب فخرجت الشخصيات من نومها الورقي ثم أسرع في الكلام أفيد رعشة أتبلل أحمر ذنبا وأنا أحدثهم عن تفاصيل الرواية كيف ينتقم هملت لموت أبيه كيف تحول جريغور إلى حشرة بأرجل طويلة وأن جودو قد أتى أخيرا وهو في حديقة يهز ذيله ويعوي فأرى جارتنا تحدق إليك السمكة بلا ذاكرة أرى سكان المدينة على الشرفات والنوافذ في البراويز والصور والشاشات يحدخون إلي بلا ذاكرة يتهامسون وكلماتهم فقعات ماء بلا صوت ومعنى فأهبط عن جسدي ألوي عنقي كهر شريد أرى بيتي من بعيد صامتا فارغا كالمقبرة فأدب إليه كالحشرة هذا البيت الصامت الشاحب هناك يثير القلق والريبة هذا البيت المسكون بالأشباح والأرواح والموسيقى الكلاسيكية الناعبة كالغراب هذا البيت العازب الذي يستقبل النساء الغريبات والمنبوذين هذا البيت الحاضن على مدخله مزارا فارغا محترقا والمزارات في المدينة شخوص مكرر من طين وماء تحدق إلى الموت كالسمكة بلا ذاكرة وأنا مثلك يا بيروت موتي مؤجل وحياتي مؤجلة حين أرسم تتسلل الألوان تحت العتبات والأبواب تغمر البيوت والشوارع فأخرج للعابرين للأموات للأحياء أود لو أخبرهم أن هذه الألوان لي وأن هذا الأزرق في البحر لي وهذا الأصفر والأحمر كلها تسللت من غير قصد ومعنى وحين أفتح شفتي يبتلع البحر فمي تعوم المدينة تصير رمادية حيادية والناس أسماء وأسماك بلا ذاكرة هذه المدينة المنخورة كالصخور المالحة كالأعشاب البحرية هذا المرفع المدمى كأسنان القرش هذا البحر الذي يطوف من حولي وهذا الغياب الذي يحضر علي فجأة هذه جميعها تذكرني بأنني لا أحيا ولا أموت شكراً لك شكراً لك مشاهدينا بريك ومن تابع حراتنا خليكم معنا شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم